موسيقى عمتم مساء مشاهدينا ورمضان كريم أدخله الله عليكم بالخير والسلام والأمن والأمان ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات هذا الشهر الفضيل حلقة جديدة من برنامج بصراحة تحظى الإنتاجات التلفزيونية في شهر رمضان بميزة خاصة وتثار نقاشات كثيرة حول قيمتها ومستواها مقارنة مع البرامج التي يتم بثها في باقي الشهور فهل من الضروري أن تكون لشهر رمضان برامج تلفزيونية خاصة به؟ وإذا كان لابد أن تكون لشهر رمضان شبكة برامج خاصة فما هي طبيعة الإنتاجات التي تتلائم مع أجواء هذا الشهر الفضيل؟ وما هي الإجراءات الإنتاجية التي تعتمدها القنوات المغربية لإعداد شبكة البرامج الرمضانية؟ وهل الحلة النهائية التي تظهر فيها هذه الإنتاجات تستجيب الانتظارات المشاهدين؟ وهل هناك عوائق تحول دون تحقيق الغايات المتوخات من الإنتاجات الرمضانية؟ وكيف استبير للارتقاء بالأعمال التلفزيونية الرمضانية حتى تكون في مستوى تطلعات المنتجين والمتنقين؟ لمناقشة الموضوع ولبسط محاوره نرحب بأجمل بقة ورد بالإعلام المغربي المثقف والمتميز عتيق بن شقر إعلامي ومعد ومقدم برامج تلفزية مرحبا بك معنا ورمضان كريم رمضان كريم الأخت خديجة وشكرا لك على التقديم ورمضان كريم لمشاهدين المغاربة ولكل الأم الإسلامية جمعا مرحبا وشكرا على قبول دعوة برنامج بصراحة نحف وانا أتشرف بهذا الحضور إلى جانب الأستاذ أحمد شكرا ونرحب كما جرت العادة بالأستاذ أحمد الدفري مستشار البرنامج وأستاذ التواصل والإعلام والناقض الفني مرحبا بك معنا سحب أهلا وسهلا بك خديجة ورمضان مبارك كريم ورمضان كريم لك ولكل الشعب المغردي ولباقي الزملاء في قناة ميدي أنتغي رمضان كريم والله أكرم إذن مشاهدين قبل أن نجيب على كل هذه التساؤلات يستوقفنا كما جرت العادة تقرير الزميل الصحفي عبدالصدق بن عيسى رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض متوسطة الدولية ميديا فنشاهد في شهر رمضان تحت وقع التقاليد التي ترافق الشهر الفضيل يتغير إيقاع الحياة داخل المجتمعات الإسلامية ومعه يطرأ بعض من تحول في اختيارات الأسر يتجاوز حدود موائد الإفطار لينال الاهتمامات الثقافية وفي جملتها يندرج ذاك التوجه لدى المتعلمين نحو قراءة القرآن الكريم ومطالعة الكتب التي تعنى بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي عموما بالنسبة لعموم الناس هو الإقبال بنهم لا يخفى على البرامج التليفزيونية التي تقترحها القنوات المختلفة وتتراوح بين مسلسلات وعدة حلقاتها لتكون بعدد أيام شهر رمضان وبرامج تتناول القضايا التي تخص الشأن الديني من أحكام ونوازل على أن ما هو معروض على المشاهد هو نتاج يمتزج فيه الوطني بالعربي والدولي المدبلج يمضي عموما إلى تغطية العديد من المواضيع التي ليست لها صلة مباشرة بالشهر الفضيل أو الأجواء الروحانية التي تحفه وتخوض في قضايا أخرى العرض متنوع كل مكون من مكوناته يستهدف فئة بعينها قد تكون فئة الشباب وقد يكون المستهدفون من الكهول أو هن النساء فتيات وربات أسر المسلسلات الدينية تلك التي تخوض في سير أعلام الفتوحات الإسلامية أو أبطال المواقع التاريخية الشهيرة من أكثر ما يسابق المنتجون الزمن من أجل إنجازها قبل مبتدأ شهر رمضان على الشاشات المختلفة حضور لمسلسلات أخرى منها تلك التي تتم دبلجتها لتنطق بلهجة بلدان المتلقين المستهدفين عدى هذه المسلسلات وأخرى تختلف عنها ولا تخرج عن نطاق عروض الفرجة لا تنكر عين فاحصة ذاك الحضور للبرامج التي تسد النصح للمشاهدين في مجال التغذية حيث غزارة الوصفات الشهية والعناية بالصحة صحة الأم والطفل انتقالا إلى الحمية وثوائد الخضروات والنباتات المختلفة وما ينبغي على المصابين بأمراض مزمنة كالسكر اتباعه والتقيد به تلك مواضيع يبدي الناس إقبالا عليها طلبا للفائدة ولكن أيضا ربما تلمسا لاسترخاء في انتظار لحظة الإفطار أو تأفيفا لسمر يبدأ فيما بعد صلاة الترويح أيضا كل الشكر لفريق العمل وأيضا للزميل عبدالصدق بن عيسى على هذا التقرير وعلى هذا التوظيب الدقيق والمهني طيب أبدأ معك أستد عتيق يعني شهر رمضان فرصة رائعة لوسائل الإعلام على اختلافها هي فرصة لتطلق فيها خططها مشروعاتها وأيضا منتجتها الجديدة في ظل اهتمام جماهير واسع وأيضا في ظل دعنا نقول سخاء كبير من المعلنين فهل الإعلام المغربي مستعد؟ طبعا الإعلام المغربي مستعد لأن المتلقي متوفر وعنده القابلية كاملة باش يمدوا بكل ما يستلزم لهذا الشهر اللي صار موعد سنوي موعد حيث الذروة التي يبحث عنها هذا البرنامج أو تلك الشبكة أو غيرها تكون أعلى في الأيام أو الساعة العادية فكيف بأوقات الدروة في رمضان؟ يعني كل المحطة مستعدة ووعية بقيمة هذه اللحظة وبقيمة هذا الشهر كموعد سنوي قار ترتفع فيه كل أسباب الفرجة وبدون دخول إلى المحاور أو المضامين ديلا طيب أستاذ دفري هل من الضروري أن تكون لشهر رمضان برامج خاصة وشبكة خاصة لهذا الشهر؟ نعم نعم جرت العادة أن لكل موثم شبكة خاصة به من خلال ما هو مطلوب في السوق والإعلام بالطبيعة الحال فهو يتعامل مع سوق فيه عرض وفيه الطلب فبالتأكيد أن العادات تتغير في هذا الشهر عادات الغدائية، الطقوس، كذلك حتى الأوقات والمواعيد تتغير إذن فبناء على هذه التغيرات من مفروض أن تكون هناك شبكة برامج خاصة أحيانا في الأيام العادية فلن نكون في حاجة إلى بعض البرامج الخاصة في فترة الصحور لأنه لا وجود لناس كي تسحروا إلا لماما إذا عملت القنوات الإعلامية والتلفزيونية عموما في الوطن العربي على ترويد المشاهد ليصير موعد الصحور أيضا كما هو موعد الإفطار لكان هو ذلك لأنه وهذه النقطة التي أريد أن نربطها مع تدخل الأستاذ أحمد هو موعد الإفطار لم يجأش بالصدفة هذا الإقبال والتجمع والحشد للأسرة من أجل المشاهدة التلفزيون قبل فرق الصوم لم يجأش بالصدفة جاء بناء على تسلسل زمني والتحضير لست أدري بالصدفة أو غير بالصدفة لأن المواطن والمشاهد وفي تلك الساعة وفي المشاهدة والمتابعة بالإضافة نعم بتأكيد هذه الملاحظة سديدة قلت بأنه كان هناك وحتى تغيراتك تطرأ على الحياة اليومية وبالتالي فما يمكن أن تقدمه للمتلقي من برامج لكي يستهلكها ومفهوم دي الاستهلاك هنا ليس يعني أنه علاقة غير فقط ما هو مبدي ولما كذلك ما هو معناوي وفكري ووجداني وروحي وعاطفي بطبيعة الحال إذن يجب أن تحاول أن تلائم الأوقات الجديدة والفترة التي يكون فيها نشاط دهني مع المتطلبات لذلك فبتأكيد أن رمضان يجب أن يكون لديه شبكة برامج خاصة به كما هو الحال مثلا في مواسم عديدة التي نعرفها حتى في الغرب كين مواسم مثلا ديال الصيف رأس سنة مواسم عديدة التي يكون فيها تغير فيها الشبكة ديال وكتغير برامج ديال مثلا برامج ديال الصيف تختلف على برامج ديال الشتاء برامج كذلك لمرتبطة بوحد حدث معين مثلا كأس العالم كأس العالم فهو سيستمر واحد مدة معين هذ المدة كاملة كخصنا لأمو شبكة برامج مع هذا الحدث كبير لأنك تكون جميع الناس مجهين لهذا الحدث طيب طلقا مما ربما تفضلت بأسد دافري وعطفر على ما ذكرته الآن هذه الأحداث ربما أسد عتيق درجة اهتمام أي مؤسسة إعلامية وبأي حدث ربما كينبع مجموعة من التساؤلات ربما يرتبط بخطتها بستراتيجية التي ستتبعها خلال هذا الشهر مثلا رمضان ربما ستطرح مجموعة من التساؤلات أي مؤسسة إعلامية ما الذي تستهدفه من تغيير هذه الشبكة يعني شبكة دي رمضان من هي الفئات المستهدفة كيف ستقيم هذا التغيير الذي سيحدث خلال هذه الفترة هذا الشهر رمضان ربما هذه الأسئلة التي من المفترض ومن المفترض تطرح أي مؤسسة هل ربما نفهم من خلالها أن الهدف هو الحصول على مستثمرين أو الحصول على معلنين دي الإشهر أم هي تبحث هذه المؤسسة على الجودة وعلى الجدة لا هذه ولا ذك في النظري قبل حلول شهر رمضان يتم استنفار وحالة ركود وجري جميع المحطات من أجل الوفاء بالمعد وأن يكون هذه المحطة أو تلك في المعد مجهزة ومحملة بكل ما يفي بما ينتظره المشاهد لذلك فأظن بأن رمضان هو موعد ليس لجلب الجودة ولكن الوفاء بما ينتظره المشاهد مهما كانت قيمته لأن قراءة الجودة تكون نسبية في هذا السياق الجدة الجدة الجديدة أو عشر سنوات على مستوى عشاري لأننا لجينا ندير واحدة ملاحظة دقيقة وبرنامج كون برنامج بالصراحة غلقوا بأن نفس القنوات صارت تصير في نفس السياق ساعة الإفطار ساعة فيها استراحة ولكن استراحة قصيرة نعم بمجرد يعني مرور ساعة الإفطار من الأدان الأدان يتم يعني الدخول في عالم فسيح وسريع وكل تتركم فيه المنتجات السهلاكية مع المواعيد المشاهدة للصهرة يعني أشياء كثيرة يصير المشاهد في مرحلة في حالة يعني اختيار وبتأني يختار ما يشاء ينتقي وينتقي بكل عزة وهو السيد لهذا تصير المحطات في يعني في حالة أهباء كبيرة حتى تكون من أكثر محطة مشاهدة وتفي بما وجدت فيه قبولا في المواسم الماضية لا تحتاج إلى جدا كل شيء يعني يمشي ويسري في سياق لقيت فيه تلك القناة ومحطة الأخرى ترحيبا وإقبالا تمشي في نفس السياق حتى ربما يصير نفس البرنامج بنفس تفاصيله فقط تغير المواضيع والحلقات إذا كان يعني حلقة ترفيهية كوميدية أو كان مسلسل من سيت كوم يعني نصير نفس الشيء بتكرار معين إلا إذا حصل فشل في بعض البرامج نعم أنا ذاك يتم الوعي بتلك النقطة الضعف ويتم متدركها من خلال هذه القناة أو تلك لا أتكلم فقط على القناة الثانية نعم أستاذ دفري يعني هذا التغيير ديال الشبكات اللي هي تتعلق بالشهر الفضي شهر رمضان هل يكون الهدف من هذا التغيير هو كما قلت أستاذ عتيق هل هو الحصول ربما على المعلنين على الإعلانات أم يكون هناك ربما الهدف الأسمى والليمفرد هو البحث عن الجودة عن الإمتاع عن الإقناع عن الجدة نعم هو كان واحد المشكلة مثلا عندنا في المغرب لأنها ما عندناش قنوات تلفزيونية عديدة عندنا عدد محدود ديال القنوات كيف قد دائما نطرح مشكلة ديال تمويل الإنتاجات التلفزيونية من أين يمكن أن نحصل على الأموال الكافية لخلق وحد الفضاء ديال الفرجة التلفزيونية مبنية على القواعد المهنية واللي يمكن تلبي جميع الأضواق هناك مشكلة إذن الأموال فالدولة تأكيد أنها سيصحاب عليها أنها تفيد جميع الالتزامات ديالها مع هذه القنوات من خلال العقود ديال البرامج لذلك فهي كتكون مضطرة أنها تحصل على بعض المدخل من الإمكانيات ديال المعلنين ديال الإشعار مستشهرين مستشهرين متأكيد وهذا أمر مشروع وفي جميع القنوات مستشهر ضروري صباح ضروري صباح ضروري لأن الآن صباح الإعلام فهو فيه جوانب دياله متعلقة بتجارة وبتسويق بطبيعة الحال والتجارة ماشي عايب فقط أنها تكون بنية على وحد الأرضية التي ديال الأخلاق وديال تكون عندها وحد بعض نظر وكتساهم في البناء ديال الشخصية الوطنية وكترقى بمستوى ديال الضوء إلى غير ذلك ماشي مشكلة لأن التجارة فهي معمولة لأساس أن ينتعش الناس من خلالها وبالتالي فهذا تمويل من خلال الإشهار أو الإعلان بشكل عام فهو مقبول لذلك فماشي عايب كذلك أنه التلفزيون يبحث على النسبة ديال المشاهدة حق مشروع حق مشروع على أساس أنه المعلن يستفد ولكن هنا كيتطرح كذلك مشكلة آخر هو إلى أي حد ما سنسقطوش في الجانب ديال الجشع ديال الطمع وديال الاحتكار ديال التلفزيون من قبل المعلنين باش يبقوا هما اللي كي يهيمنوا واللي كي يسيطروا على البرامج التلفزيونية ويوجهوا الدوق وفق الغايات ديالهم اللي ربما أحيانا يمكن تكون فارغة من أي محتوى تقافي وترباوي على حساب الجودة هنا نعم هنا على حساب الجودة 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 كما يشاء لها المعلن والجودة كما ينتظرها المتلقي نعم وقد نصل إلى لحظة يلتقي فيها يتقطع يتقطع وقد يفتريقان نعم فماذا أي طريق نتبع هل نتبع الجودة كما يمليها لنا المعلن ويفرضها فرضا بطريقة ذكية ونخضعه لها ربما كان فرق ولكن الفرق مع السنين ستقلص كانت القناة الثانية إلى حد دنما تمشي في اتجاه مختلف على القناة الأولى والآن صارت الأمور تتشابه وبعدها التشابه يصير مرحلة أخرى للبحث عن التمييز بشكل آخر بشكل جديد فهذه الحركية جميلة جدا فقط يجب أن نعرف إلى أي مدى تمضي بين هذه الحركية وهل المتلقي فعلا هو قابل لما يروج وما يقدم له أم يفر ويهاجر إلى قناة أخرى فهنا لازم شيء آلية نعرف بها فين نحن غادئين بالضبط طيب سيد دافري برأيك ما هي طبيعة الانتاجات التي تتلائم وهذا الشهر الفضيل والأجواء دي الرمضان ما هي الطبيعة هذه الانتاجات؟ وهو إذا بغينا نكون صرحة هذا سؤال هذا سؤال دي في محل في محل فهي عادة يلقمنا بعملية دي الدراسة متأنية ودقيقة للانتاجات فهي تسير نحو التسلية بشكل كبير كأن الأمر يتعلق في رمضان هل تسلية يعني عيب؟ أنا نشرح أكثر نعم نشرح أكثر كأن الأمر في رمضان يتطلب أن نسلية الناس ننسيهم في ذلك النهار كامل اللي هما كانوا فيه صايمين يعني وبغينا نخلقو في هذه المرحلة اللي المابعد للإفطار وحتى مر قبل الإفطار وحد النوع عادي للفرجة اللي أحياناً كنت تكون خفيفة يعني كنت تتكلم على الخفيفة يعني خفيفة لأساس أنه من شحدهم مش من ناحية ديال العواطف ديالهم بأفكار مثلاً أنا أحسن المشاهدي نعطيني مثلاً مثلاً فالكابسولات اللي هي فيها بعض المستملاحات والنقات فكذلك بعض البرامج اللي هي عبارة عن دراما رومانسية اللي تكون فيها أمور اللي تتعلق بما هو يومي اجتماعي ما يمكنش ندخل في ما هو مثلاً فكري عميق تاريخي علماً أنها حتى التاريخي فهو مقبول في هذه الأسرة شخصية تاريخية ونشوفو بعض التلفزيونات اللي هي مثلاً في الشرق الأوسط أو في خليج العربي يتمون بشخصيات تاريخية لشخصيات المرة يعني في التاريخ كذلك كندخلوا في إطار ما يسمى بعض المستملحات اللي كندخل في إطار المقالب كاميرا خفية مثلاً أو مثلاً كذلك في بعض الحكايات الخرافية بعض الخرافات بعض أساطير أساطير الفونتاستيك إلى غير ذلك كنلاحظوا بأن كين واحد الهامش يكون مفتوح مثل هذه الإنتاجات مقارنة مع الأعوام الأخرى كنت نتكلم على الفونتاستيك مثلاً حكاية ألف ليلا وليلا مثلاً حكايات الماضي الماضي حديدان مثلاً أو أشياء من هذا القبيل يعني هذه تكون عندنا واحد الهيمنة بمعنى أنه كيكون هناك واحد الحرص على أننا نصلوا الناس ويبتسموا وما يبقواش مكشرين لأنه كيكون مهار أنا سيحمد كأننا رمضان يعني الأيام نقضيه اليوم كله في حالة خلق أو توتر في نهاية اليوم وهذا تنميط هذا يدخل في إطار تنميط ومشي متضروري لذلك أنا مليك يقول أنا ما تتلائم يعني ما هو كائن وليس بضروري يعني كأن هناك مجموعة امتقادات يقول رمضان ليس فقط هو شهر دي الكاميرا الخافية مثلاً يعني حتف دول القنوات العربية الأخرى يعني كي ينزل عليهم موابل من امتقادات حول هذا النقطة نعم إذا نسمح هذا نوع دي التنميط نعم وهو يجب إعادة النظر فيه لأنه مشي متضروري أنه نشغل مع الإنتاجات الرمضانية وفي قاعد المنظور فكيمكن أننا نغيره من التوجيه دي الدوق في إطار واحد الاستراتيجية اللي كنت نبانيه على أننا نساهمه في ارتقاء دي الدوق بوحدة طريقة اللي هي كتعتم دمثلاً على العقلانة دي الأمور بمعنى أننا نفكره أكتر أعوض ما أننا نتسله أكتر ولكن نفكره أكتر إذا كان نفضل أنه يكون لتكون الأعمال التلفزيوني فإنتاجه إنتاجه دي التفكير أكتر نعم طيب عطفاً على ما تفضل به أسد دافري أسد عتيق يعني هل إعلمنا المغربي يعني نقول متصالح مع ما يتطلبه شهر رمضان؟ بصراحة بصراحة أظن بأن التصالح كان ولكن بصيغة خفيفة يعني لايت إذن كي تصالح كان شيء متصالح أو شيء بمصالحة نعم لأن لو عدنا طويلاً إلى وراء لرأينا رمضان عند المغرب أمام التلفزة بشكل مختلف كان فيه الصلح كما ينبغي كما نذكره كانت الأسرة في جلسة الإفطار بعدها صالة المغرب تجلس لتتبادل أطراف الحديث وتشاهد الآن صارت الأسرة تتناول معدبة الإفطار لتشاهد ثم لتأكل يعني كانت المشاهدة صارت قبل الأكل في الماضي كان الأكل قبل المشاهدة مشاهدة كنا نرى هذا المغرب نرى الموسيقى الأندلسية نعم نشاهد المعيد القار اليوم الذي كان مسلسل تاريخي محمد ورسول الله كان كلنا ننتظره بعده يأتي يعني الكابسولات الخفيفة للكوميديا والفكاهة تسلية كما قال أستاذ بحري كان زيزوباز كان دسوكينو الزعري كانوا مسرحيات مغربية تسلية جميلة جداً ولكن دائماً الأسرة هي أولاً الآن صارت الأسرة هنا انتقلت إلى الشاشة إلى داخل الشاشة وصرنا نحن أفراداً من تلك الأسرة التلفزيونية الأسرة الكبيرة والصغيرة العربية أو الأجنبية ثم الأسرة المغربية يعني بالرموت نسافر نعود نسافر نبحث عن شيء هزلي هنا الكاميرا خافية هنا أجمل هنا كاميرا في أقل جمالية يعني هو تيه مقصود ومرغوب فيه صرنا نبحث عن تيه العين حتى نستقر في الزمن هذا سيسبب يعني تشويش يعني الشخصية دي المشاهد والتي لن نحصل على هذا الاستقرار في المشاهدة إذن المصالحة هنا لا تستقيم في هذه الأجواء وفي هذه الظروف خصوصاً أنا عفواً اسمحي نعم تفضل شهر رمضان وشهر السرخاء شهر السكون شهر التأمل شهر التعبد والدعاء يعني فرصة زمنية موعد سنوي للقرب والسموب والترقاء بالنفس الإنسانية جميل إنساني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت حتى لا تكل القلوب وتعمى نتنفس تسليها ولكن ليس بشكل مفرد وفيه مغالد طيب أسد دافري بما أن يعني ربما الأعلام المغربي غير متصالحة أو شبه يعني عنده هذه المصالحة مع ما يفرده مصالحة ديبلوماسية ديبلوماسية نعم ما يفرده ربما هذا الشهر الفضيل ربما هنا سنتساءل ما أن تنتهي الحلقات الأولى مما ينتجه التلفزيون أو القنوات الفضائية المغربية تنهمر مجموعة من الانتقادات انتقادات الجمهور على عدة برامج أو أعمال درامية كل سنة تتعالى هذه الأصوات وخصوصا في الفيسبوك نجد مجموعة من الانتقادات التي تنتقد هذه الأعمال في الجانب الآخر نجد أن الفنانين يقولوا الوقت ما كانش كافينا يعترفوا برداءة هذه الأعمال ولكن يقول لك الوقت إذن لماذا يقبلون ويقبلون هذه الأعمال يقبلون على هذه الأعمال ويقبلونها الجواب سيكون عبر ثلاثة دي المستويات المستوى الأول هو سنعود إلى التصالح أو المصالحة ديالتلفزيون مع الجمهور فهذا الهاجس ديال المصالحة أو التصالح بالنسبة للصناعة التلفزيونية ما كيكونش متروحة مش كيكون متروحة عندي أنه واش بغي أنت صالح أو مبغيش متصالح إلا عندي واحدة الآلية إنتاجية خصوصة تشتغل وخصوصة تشتغل وفقها واحد المقاييس المعينة اللي فيها كنخرج وكندخل كنخرج واحد السلاح ومقابل ديالة خصني دخول هذا الأربع هذا ما غير يهمني شيء إذا المصالحة كتدخل ضمن هذه الآلية إلا كانت بالنسبة لي دكشي غادي مزيان وفق هذا التصور ديالي للربح ما غير نطرح واش متصالح واش متصالح واختدري بزاف للناس يقولوا لي أنما تقوموا بإنتاجه هو والدي غدين كلهم ودينا لا يهموني رأيكم لأنه العبرة تأخذوا بدكشي اللي أنا كان أربح فكان أربح بالخواتب تماماً بالخواتب تماماً والربح نعم المستوى الثاني ديال أنه هاد الأصواك التي تتعالى وقد تقدموا حد مجموعة ديال اتقادات فماشي غير حالياً دابا وفي الفترة اللي ظهر في الفيسبوك حتى من كانت ما زال الصحف والجرائد الورقية دائماً من تغيرت العادة ديال التليفزيونات الوطنية وصبحت تتمشي في نفس الاتجاه اللي كتمشي ليه التليفزيونات اللي بقنا كان نشوفها من دول العربية الأخرى من انظهرت القنوات الفضائية من انظهر البارابول كان في البداية ما زال الانالوجيك التناظوري كنا كنشوفوا قناوات معينة واللينا كنتبعوها بقنا كنشوفوا كيفاش كتبرمج الرمضان واللينا كنمشي على المينوال ديالها وبقات دائماً نفس المشكلة المطروح عندنا هو واش نقدر نسيروا هذيك الآلية ديال الانتاج ديال دياليك القناوات ياك لقنا رأسنا بأننا كيخصنا نزيدوا نشغلوا ونكونوا مهنيين أكتر لأننا صعاب علينا ننوك بهم المتوى الثالث هو ديال الفنانة الفنانين اللي كيقولوا مع نفسهم بأننا ما عندناش الوقت لابا مؤخراً سواء كانوا فنانين أو إعلامين يعني حتى البرامج تنتقد كان البرامج التي تنتقد دخلها في نفس السياق لابا مؤخراً وربما إذا بغيتي فيما بعد في الجزء الثاني نزيدوا نتكلموا أكتر على الآلية ديال مثلاً صناعة الإنتاجات الرمضانية راك تكون الآن حالياً سواء في قناوات كتكون مباشرة بعد رمضان طيب بعد رمضان كيتفتح تنافس للحديث بقية أكيد إذن مشاهدنا فاصل قصر وسنعود لنستكمل معكم دائماً الحوار في برنامج بصراحة لا تذهبوا بعيداً نعود لكم يا جديد مشاهدين ونرحب بكل من ضم لنا لنقاش برنامج بصراحة على قناة ميديا تيفي ونرحب أيضاً بضيوفنا هنا ببراطو مرحباً من جديد لكن قبل أن نستكمل حوارنا لابا سنلقي نظرة ولو سريعة على مجموعة من الأراء ووجهات النظر في الموضوع نشاهدها ونعود لملاقاتكم لا يمكن أن يكون رمضان برامج دعمة محددة أخص أنهم همون هذو شركة الإنتاج يدرون برامج على طول العام لا يحتاج إلى رمضان عادهم يعمروا القناوات بهذا يبقى سيغي مرة سيغي مرة سيغي مرة سيغي لكن لا يمكن أن يكونوا بالطبط غير في رمضان لكن ديما يكونوا بعدها أنا بالنسبة يكونوا ديما على طول العام كان في الدل برامج تكون شوية مدروسة عواد هذه برامج تسويقية لحقيقة المشيد دقي منها في هذا الشهر الفاضيل كان فطلوا أنهم يكونوا برامج دينية أكثر من طرفيه وطرفيه كنشوفوه طيلة السنة في كوميديا وفهذا لغمال مو يكونوا برامج توعية دينية الآن خصنا برامج تكون سياسية تكون هادفة تكون برامج اللي هي كتعالز القضايا الراهنة دي اللي كنعيشوها الآن أما بس نحتى الآخر لحظة وبركة مجموعة دي البرامج اللي هي هزلية اللي هي كتضحك علينا بس كتضحكنا هذا شي حاجة اللي بصراحة بس دي هذا الوقت هذا وبس فضل فضل الوقت هذا اللي كنعيشوه الآن إذن كانت هذه مجموعة من الأراء والرؤى ووجهات النظر في هذا الموضوع الذي نناقش اليوم يتعلق بخصوصيات الإنتجات الرمضانية عبر وسائل الإعلام المغربي إذن كانت هذه مجموعة من الأراء وسنكمل أكيد نقشنا أستد أعتيق أستد دافري كان أعمل واحد الإشارة إلى الفنانين اللي ربما كيتحجوا ولا كيلقوا أعذار أنه كيل الوقت بسبب الوقت ربما ترق أيضا لنقطة في غاية الأهمية هو أن إعلامنا المغربي يعمل على تقليد بعض البرامج في القنوات العربية الأخرى هل لك تعقيل ليس كل الإعلام المغربية والمهنين المغربية في الإعلام هم مثار تقليد بعض القنوات ومشعيب يعني يكون تأثير والتأثير من القنوات العربية المسوى وشبكة رمضان ربما بسيتنا الكاميرا الخفية لممكن يكون القنوات المشرقية أو المغربية عموما عنده سبق وعنده حضور أقوى تفوق كبير المغرب يعني سير نحو تفوق فالتجربة ليس سهلة وكتلب إمكانية خارقة العادة وكتلب وحدك معين وفريق من الخبراء الكبار اللي يمكن ترقل لإضحاك المشاهد المغربين اللي ليس سهل باش يصدق ويتيق بيك ويبغيك ويكون وفي لك فهنا فين كين الخطر والوصول إلى رضا المشاهد بذكاء وإرضاء ذكاء المشاهد وما تستخفش به نهائيا ما تحاولش ما أمكن إذا كان أخطاءتنا لأن أغلب البرامج اللي يكون التدبير ديالها والإعداد ديالها باستعجال تكون الحلقة الأولى قوية ومبعد مع أيام رمضان في نزول لسبب لوجيستيكي وإنتاجي تغط ربما لكن عموما كما أشار السيحمد في البداية بأن التلفزيون أو البرامج التلفزيونية لا بد أن تكون مزودة دائما بالسيروم ديالتمويل القوي بشكون المنسوب ديالقيمة ديالها طالع وفقط للإشارة السيحمد فالبرامج الرمضانية عموما في البداية ديال التلفزيون كانت يعني فقط بجهد خاص من طرف المهنيين ديالكلفازة الأولى أو وطلقنا الثانية كانوا تعتمدوا لإنتاج ديالهم الخاص وبطريقة بسيطة ويقدموا برامج فكهية كانت قمة في العطاء وقمة في الجودة الآن الفضاء أكثر رحابة وأكثر أريحية وصار المنتج أو المبدع أقول المبدع صار في حالة يعني كل شروط الجودة متوفرة له فما عليه إلا يقدم الجودة ماشي فقط بالسورة أو بالسطح ولكن بالعمق وهذا هو الهدف اللي يخلي الإنتاج يدوم ماشي ده بالآن مع الأسف تفكير ينصب فقط حول المادة المدرجة في شهر رمضان في لحظتها مدة صلاحية ديالة تنتهي بانتهاء شهر رمضان بانتهاء الساعة اللي بات ديالة نعم يعني هذا تفكير استهلاكي سريع يعني بحل وجهة دي المستورة فيما أن أخصي بحد يقدم في القناة تعاد وتصير جزء من الذاكرة دي المتلقية لأنها كتمس الوجدان دياله كتمس العقل دياله كتمس التاريخ دياله وكين الحمد لله المواضع مش المغرب ناخده منه معطل المواضع اللي يسبقى دائمة دائمة الصلاحية استمرارية طيب أستد دفري هل كل إنتاجات الرمضانية الحالية تراعي خصوصية هذا الشهر رمضاني أم هناك دعنا نقول بعض المنزلقات أو الأخطاء التي يقع فيها المنتجين أو المنتجون أو ربما الإعلاميون صحيح أنه يجب الاحتياط والانتباه والتركيز أكثر على طبيعة البرامج التي تبد في شهر رمضان لماذا؟ لأنه السياق الذي تبد فيه هذه البرامج مختلفة عن السياق العادي فيكون هذا الشهر فيه واحد نوع من حساسية كبيرة إذا التعامل مع بعض القضايا التي ربما قد تخدش الحياة التي ربما قد تمس بما هو روحي التي ربما قد يرى فيها البعض بأنها تحريض أو حتى للمتلقي على الإتيان ببعض السلوكيات التي نتيجة نتيجة سوء الفهم أو التفاهم في عمليات العمليات التي تحدث بين المرسل الخطاب ومستقبل الخطاب تكون هناك أحيانا بعض التشويش على مستوى التناول والمعالجة إذن هنا كيخص بالتأكيد أنه تكون لهذا رمضان واحد المجموعة ديال الأعمال اللي هي وفق دفتر ديال تحملات ديال المونتيج وشكون هو المونتيج؟ هو التلفزيون المؤسسة التلفزيونية هي اللي كتوفر عليك الأموال اللي كتمنح هالشركات المنفذة ديال الإنتاج باش تعطيها واحد المنتوج وفق هذك شي اللي بغاية التلفزيون إذن هنا تخصنا تكون عندنا قبل من دوزل المرحلة ديال اللي بت تكون عندنا لجن ديال القراءة صحيح تكون كتوفر على جميع الشروط باش يمكن تحدد شنو باغين حناية من هذه الانتاجات خلال رمضان طيب سأعود لهذه لجنة القراءة أستاذ الدفري لكن بالنسبة للأستاذ عتيق هل لديكم مؤخذات أو تحفظات حول ما يبث عبر القنوات المغربية لا أمارس النقد الداتي إذا تحد على برنامج جديد ممكن جاوب على برنامج جديد غيكون شي تحفظات غيكون شي مؤخذات داتية طبيعي ولكن بالنسبة لمشهد ككل ممكن أمر في ملاحظتي بشكل تعميم كمتلقي الذي يحز في نفسي بكل صراحة هو أن البرمجة الرمضانية في جميع التلفزيون لأن ممكن إحنا الوحيدين يقدمون المادة الفرجوية المتلقي والتي مفتوحة للعالم كل والأفق يعني ممكن نقول بغينا غير ولادنا يشوفونا ممكن ما يحز في نفسي أن تمرد أشياء ممكن تخليش بالحياة أو تمس القيام فيتعرض لأولا الطفل معلوش منعا قوية يتأثر بسرعة بأي مادة ممكن تدرج له كيف ما قلت خص لجنة القراءة والجنة المتابعة عن كتب وخص أخلاقيات تكون لدى المنتج بنفسه وتكون رقبات ذاتية بش يكون هذه منزلقات هذه منضوع مهم جدا وهذه الانزلقات التي نقوم فيها مطابات سواء عن قصد أو غير قصد ممكن تكون عندها جرعة الإذاء جرعة عالية وكبيرة ممكن تمس الجوهر الأطفال والأبناء وحتى المرأة المغربية أو الرجل المغربي إلى غير ذلك طيب سأعود لنقطة لجنة القراءة بصفتك عضو لجنة انتقاء مشاريع برامج قنوات الشركة الوطنية للإذاء وتلفز ما هي الآليات المعتمدة لتنفيذ الإنتاجات التلفزية الرمضانية نعم على ماذا تعتمد هي بالنسبة للقنوات التلفزيونية تعتمد على واحدة الآلية قانونية دفتر تحملات طلب عروض فالطلب عروض منصوص عليه بحيث أنه يمكن نوصل للعدد معين من العروض بالفرنسية يسمى ليلو يعني بغينا مثلا ثلاثة المسلسلات عندها طبيعة اجتماعية بغينا والمدة الزمنية ديالها كذا وكذا إما 30 دقيقة في 30 يوم أو 52 دقيقة في 30 يوم أو بغينا مثلا كابسولة للمدة ديالها ثلاثة ديال دقائق أو بغينا سيتكوم للمدة دياله مثلا 13 دقيقة يعني كانوا مجموعة ديال العروض التي يتم الإعلان عليها في الفترة حاليا الآن والمباشرة بعد شهر رمضان يتم الإعلان على هذه العروض لفائدة الشركات تنفيذ الإنتاج التي تريد أن تدخل إلى المنافسة عندما تدخل المنافسة تقدر يصل في العروض حتى 23 عرض حسب القنوات عندنا القناة الثانية عندنا القناة الأولى عندنا القناة الأمازيغية عندنا قناة العيون يعني قناة الرابعة ومجموعة ديال القناوات هنا بعد هذه الآلية للطلب العروض في البداية يوقع نوع من إذاع الملفات إذاع الملفات يكون مفروض على هذه الشركات لكي تدلي بمجموعة العناصر التي تسمح لها أنها تدخل المنافسة نعم أولا المرحلة الأولى الملف الإداري يكون يستوفي جميع العناصر المنصوص عليها في التحملات أنها تكون شركة عندها موارد أولا بشرية تكون عندها موارد تقنية صوار وشنو الممتلكات التي تملك تكون عندها الناس التي يشتغلون معها تكون عندهم الضمان الإجتماعي تكون عندها مالية بالنسبة لكل عرض تكون عندها ضمان مالي يكون عندها تخيصات المركز السينمائي المغربي يكون عندها مجموعة للوثائق إدارية القوانين ربما لم يتبت قبل التحول لكن هذا لي حاليا المنطق والواقع الذي نعيش فيه يتجاوب مع القوانين هذا قانون هذا قانون نعم متفقين لأنه لا يمكن أنتق فيك كشركة في الإنتاج ونعطيك فلوس للدولة الخزينة التي هي من ضرائب للدولة ونعطيها لك ونعرف ما لديك القدرات هذه القدرات التي لديك أولا تبينها من خلال ملموس ملموس لا يمكن أن تشري عندي شيء ونعرف ما لديك قدر وما لديك الفلوس سوف تسنير على بعض إذا لا يمكن أن نعطيك مشروع حتى تكون كالسفر هذه مرحلة الأولى مرحلة من بعد المرور من هذه مرحلة تأتي مرحلة القراءة ما يسمى بالملف التقني والفني ما هو فيه السيناريوهات هذه السيناريوهات التي يمكن تنتجو من بعد مرحلة القراءة السيناريوهات اللجنة تتفق على أن هذا المنتوج هو الذي يمكن أن نجوه في التليفزيون من ستوع مثلا مسلسل مسلسل 30 حلقة 30 دقيقة تنفسه 26 شركة مثلا نحن نخصنا غير ثلاثة إذا ما سيقص 23 طبيعة ينوض نوع على أخر وغير ذلك ولكن الآلية قانونية هي هذه تكون اللجنة تخضع نفسها خلال المفاوضات والحوار والنقاش تعطي مجموعة هذه اللجنة تكون أولا من خبراء والمؤسسة التليفزيون لأنها عندها رؤيتها الأمور بالإضافة لبعض الخبراء من خارج المؤسسة وبالتالي وتعامل بموضوعية جميع الأحوال أحيانا أنا أعطيك مثال أحيانا ما سيكون مثلا عندك كل كل شيء رادئ وإنت ضروري تنتج إذا ستنتج ستنتج أشياء من هذه الرداءة هناك يكون مشكلة لو صعب أنك ترضي ربما هذا انتقاء يقدر يرضي الجمهور هنا المشكلة حاجة تقدر تكون كابسولة ديال جوج دقائق تقدر تكون تحقق لك نسبة مشاهدة كبيرة هل ديال جوج ديال دقائق نعم فكرة يعني فكرة تستقطع وفكرة مغلية يعني يكون عنده تأثير قوي وهو يعني كلفة المالية ديال قليلا قدري يكون هو عنده كبيرة كبيرة ديال وما يقوم بإحداث أي تأثير طيب سيد عتيق في أي حال يمكن أن تفشل وسائل الإعلام خلال شهر رمضان في تحقيق بعض المكاسب من إنتاجات معينة التي كانت رهن عليها خلال شهر رمضان ودائما حسابات تختلف ما بين قبل رمضان وأثناء رمضان دائما الرهان يكون إما صائبا أو غير صائب فقد يحتاج المبرمجون والمنتجون والمستشهرون يحتاجوا إلى ذكاء وطني ذكاء مغربي لكي يعرفوا المتلقي المتلقي الصعب لكي ترضيه لكي تعطي شي حاجة في سياق زمني خاص وفي موعد وفي القناة تدخل في سياق تنافسي وتعطي ومنتوج يرضيه ويقبيل عليه كما حتى يحصل لا يريد أن ندخل في ذكر الأسماء دي لبعض البرامج كما بعد البرامج أو كابسولات القصيرة كما قص يحمل لحقات المفجأة أو بقي الآن مطلوبة كل شهر رمضان متى بوتة تكون هي في القمة دي المتابعة وتحقيق نسب يعني المشاهدة عالية أعلى نسبة تكون في الليلة وفي اليوم كامل مدد دي الجزء أو ثلاثة دقائق لأن الفكرة هي الأساس والرضا دي الجمهور بصمع لها ما يمكنش الواحد يقلب على شي حاجة وكين واحد الجانب مهم الآن على مستوى التلقي أن الجمهور هو اللي كيمشي يتفاعل مع شي حاجة اللي هي عند المدة دي لقعة سيارة جدا يتفاعل معها أكتر لأنه كيخصو ما بقاش عنده الوقت باش ديك الطاقة وديك النفس كما قبل أنه يستمر يعني في شاهد واحد اللي مدتويت ربما وخصوصا أنها كتكون مقطعباش مقطعب واحد مجموعة الوصالات إشهارية يعني أنه عندك المتايا 30 دقيقة كتزيد عليها وحد 20 دقيقة أخرى دي الإشهار كتولي 50 دقيقة المستشارية تباع الحاجة اللي كتتمشها مزين كمشي لها وسواء كانت قسيرة أو طويلة غير ما كتلع نسبة المشاركة تلقى المستشارية يطلب يدقوا البق طبيعي حاجة طبيعية طبيعي يوميا وكي يقبل عليها بنهم وعلى حسب الفترة ديال على حسب الفترة فين كتبرمج في ذلك كيوقع وحد مشكلة كبير راه شركة تنفيذ الإيتاج كيوقع بيناتها مشاكل كل وحدة كتبغي أنها المنتوج ديال يتبرمج في وحد الفترة مؤينة طيب كتب الفترة اللي سمحت وغير واحد نقطة داري نعم نقولها هو القناة والأصحاب المشرفون للشبكة ديال البرامج يتسلحون بأشياء كثيرة أولا بالوجوه المعروفة تانيا بالشركة اللي هاتقدم حسب المنطقة ديال الانتقاء أحسن وأجود منتوج بالإضافة إلى وجوه الموتين الحين اللي كيتكرروا على مدى مواسم عديدة لأنه هذك الجاذبة يحقها يطلع من نسبة للمنصوب ديال المشاهدة كما قلت إذن المدة الزمني اللي كيعطوها لهم باش تكون متابعة ومع ذلك بعد أحيان هذة الأسلحة اللي كيتسلحه وبيه ما كتعطيش المطلوب فيما لاش لأنه كون سؤال على السيناريو أو شي موضوع اللي ما ما كانش قريب من أو الفضاء هك اللي تمتصوير فيها تهيك يكون عنده وحد الجاذب لا النص أنا تنظم بأن نجاح هذا البرنامج سواء كان برنامج تليفزيوني أو كابسولة فكهية أو مسلسل أو على جميع المستوihat إطارة فكرية وجدانية موضوع آني ولكن ما عندما يكون في عملية تنفيذ إنتاج تكون اختلالات تقدر تكون اختلالات يضعف اختلالات لا ولكن اسمح لي أنا أعطك مثال هي ممثلين لأنهم ما يقدرونش ينفدوا هذا كلا للسيناريو تشوف تلبين يا دي الانتاج تنفيذ الانتاج را هي مهمة جيدة لماذا لأن ما يكون واحد اختلالات على مستوى تدوير دعمالية الانتاج كيف نرتقي نرتقي بانتاجاتنا الرمضانية كيف السبيل لتحسين مستوى الانتاجات الرمضانية في وسائل اعلام نقصد عتيق باش تحسن نرتقي بانتاجاتنا الرمضان نختار بوما من الوعي دي المواطن نختار مو القيم ديالو نقدمو له اشياء يعني تزيد في التربية وتطور الفكر ديالو يجد فيها راحاته ربما كن بعد البرامج اللي هي غريبة على تقافتنا وكالقوف فيها المتعة وكين برامج لدينا وكالقوف فيها نفور علاش لانه والجودة وحب حب العمل وماش بضرورة وسائل انتاج كنت في رمضان تعطي نجاح صحيح واجهة مهم ولكن بعد احيان تكون غير اشياء بسيطة جدا وقد تعطي واحد الفورجة واحد المتابعة قوية وقوية بشكل مفاجئ طيب 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 السيد دافري يعني حتى نصل لمستوى تطلعات المشاهد المغربي والمتلقي المغربي وانتظاراته من هذه الانتاجات التي تعرض خلال شهر رمضان ماذا يلزمنا نعم هو الى بغيت نقول لك ها ما يلزم يعني كأنه عندك وحد الوصفة طيبية غتقول هاشنو سيكون باش نخرجوه بنتيجة الامر معقد نعم شي سهل صحيح صعب صعب وصعب اننا نرضي كل الفئات وفئات المجتمع بخلفيتهم لا حيث هي عملية تواصلية شنو فيها فيها جهة فيها نظام فيها مرسل فيها قانات فيها متلقي سيستملي شوية معقد اذا ما غيمكنش انا نتكلم لك على المتلقي شنو بغي ربعه مرات تتفاجأ غتقول بان هاد عمله دوارة هو بنيت بالياه انا غير صالح للمشاهدة ولكن تلقى الناس كيشوفوه بزاف وشنو غتقول بان الناس ما كيفهموش بانه ما عندهم شدوق اللا اذا السر السر اين يكمل هنا سنو باش يمكن نرقاو بالمشتوى لغز تماما باش يمكن نرقاو بمشتوى في نظري هو انه تكون هناك مقاييس مهنية لصناعة المنتوج تكون مقاييس مهنية دقيقة تكلم على كتابة تكون كتابة مضبوطة ما فيهاش اخطاء سليمة ما فيهاش تغليل ما فيهاش تضليل ما فيهاش كذوب ما فيهاش اشياء ليه ما تخرج على المنطق ديال الحياة غلط اخطاء كالقاو في مسلسل بانه ممثل النيابة العامة كيخرج وكيمشي يضق على الضيور وهو اللي كيقوم بالعملية دير الضابط شرطة القضائية وليكي اشياء لي خطأ خطأ يعني تكون بامور دقيقة 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 دورتي حلف بالله وش هنتك تمثلو لك تقسم بالله باش يصدقوا هذاك ممثل آخر اهنا قلت المقاييس يعني مستوى كتب كذلك على مستوى الاخراج يكون متسلح بجميع طرق الحديثة اللي كتخلي الصورة تكون جدابة مريحة الممثلين يكون عندهم إدارة جيدة وفاهمين الدور ديالهم المنتج خصو يكون قادر باش أنه يحيد من الدهن دياله والهاجس ديال أنه يغرب ربح كثير من الناس كاملين وإنما ياخد ذك الربح دياله اللي معقول والباقي يصرفو في الإنتاج باش يكون في واحد الحلة اللي هي جيدة اذا المقاييس مهنية كنظن إلى استطعنا باش نتعاملوا مع هذه الأمور بهذه الطريقة ما كنشي واحد اللي سيقدر يبقى يعلق عليك ويقول لك بأنك ركت قدم رداء نختم بمدتو أنا أقول بأن ممكن نرضي رغم تعقيد أو تعقود العملية ولكن ممكن نرضيه بشرط نكونوا مخلصين أو في العمل ديالنا ونكونوا محترمين المتلقي ونكون لدينا رسالة نبنيوها باش نعطموها للمشاهد شكرا جزيلا ورمضان كريم جديد شكرا لحضورك أستاذ والإعلام المغربي عتق من الشيقر شكرا جزيلا نورتنا شكرا جزيلا وصادق لم تينا لك أستاذ أحمد دفري شكرا جزيلا شكرا لك وأحلى شكر لكل مشاهدينا وشكرا أيضا لفريق العمل وأنا على وعد اللقاء بكم غدا في نفس المواعد في التبار غدا أحلى شكرا للمشاهدة